في مهنة المتاعب يحرر الخبر وتنتشر المعلومة وتوثق بالمصدر والدليل أحداثاً تلو أحداث وهذا نهج مهنة الصحافة أن تبنى على منبر حر وتنطق بلسان حر لكن في اليوم العالم لحرية الصحافة وعيد الزملاء في أرجاء العالم كافة في العراق الذي يتذيل قائمة البلدان في ضمان حرية تعبير والوصول إلى المعلومة لم يسعف الانخفاض الأخير مقارنة مع سنوات ما بعد 2003 في عدد ضحايا الصحفيين أن يتزحزح العراق عن المرتبة 163 بحسب المرصد العراقي للحرية الصحفية لكنه خطر يختص به البلد الأكثر دموية بين معشر الصحفيين وشيوخ صنعة الإعلام إذ تتعدد أدوات القتل والجهة المحركة لها صوب أي صحفي حر وناشط أو حركي فمن يقتل على يد فصائل خارجة على القانون أو من تقتل بسلاح نفوذ وقناع طيف سياسي لا يريد لصوت الحق أن يسمع في الأرجاء جعل من قافلة الصحفيين الموت عشرات منذ سنوات ناهك عن صدور مذكرات قبض ضد صحفيين ومدوينين وناشطين خلال الأشهر الأولى من العام 2021 على خلفية انتقادات ومنشورات صحفية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي نقبة الصحفيين العرقيين شاركت اتحادات الصحافة حول العالم لاحتفال بعيد زملاء وجهود الشجعان منهم في نقل المعلومة من موقع الحدث لأجل صناعة التغيير الذي يقع على عاتق الإعلام لكنها في ذات الوقت حيت شهداء المهنة الذين قدموا أرواحهم فداء لرسالة الكلمة الحرة رغم كل الصعاب